النادي الاهلي الهبر اخر متعلق باحتفالات العيد في الاهلي وضع النادي الاهلي برنامج مميز للاحتفال بعيد الفطر المبارك باذن الله اللي يبدأ يوم الاربعاء قلنا لكم انه بكرة ان شاء الله المتمم لشهر رمضان الكريم طبعا بنبقى سعادة لما بيكون شهر رمضان 30 يوم يعني الايام المبارقة دي بتبقى فرصة عظيمة من السنة للسنة بنستناها فالحمد لله بكرة المتمم من شهر رمضان وباذن الله يوم الاربع اول ايام عيد الفطر المبارك باذن الله كل سنة والامة الاسلامية والشعب المصري والجماهير النادي الاهلي يا رب تكون بخير وبصحة وسلامة النادي الاهلي حط برنامج متميز جدا للاحتفال بعيد الفطر تحت اشراف الادارة التنفيذية برئاسة العميد محمد دامورجان هيكون على النحو التالي مقر النادي الاهلي بالجزيرة التالت يوم العيد ان شاء الله هيكون يوم الجمعة هيقام حفل ترفيه للاطفال وابرت الليلة الكبيرة هيبدأ من الساعة خمسة للساعة سبعة ثم يعقبه حفل غنائي للفنان مصطفى حجاج الساعة سبعة ونص ده مقر النادي الاهلي في الجزيرة ايضا في نفس اليوم في يوم الجمعة تقام ورشة فنية للاطفال مع نسمة حسن من الساعة خمسة للساعة سبعة في حاضيقة الخالدين اما في فرع النادي في مدينة نصر ثاني ايام العيد يوم الخميس هيقام حفل الاطفال من اتنين لستة من الساعة اتنين للساعة ستة هيعقبه حفل غنائي للفنان لؤي من الساعة تمانية للساعة تسعة ثم الفنانة هدى من تسعة لعشر ده ثاني ايام العيد يوم الخميس فرع النادي بالشيخ زايد ايضا تاني يوم العيد هيبقى يوم الخميس ايضا من الساعة ستة للساعة سبعة حفل للفنان مصطفى حجاج ومن الساعة سبعة للساعة تمانية حفل للفنانة صبرين النجيلي ثالث ايام العيد ان شاء الله يوم الجمعة يقام اكوا بارك بالاضافة الى الورشة الفنية وشول الاطفال في فرع النادي في الشيخ زايد بصراحة يعني برنامج مميز جدا داخل النادي الاهلي وحسن الناية الحفلات ادأ من تاني يوم اول يوم العيد كلنا عارفين طبعا الكل بقى بيبقى فرصة تجمعوا الاسر بعد صلاة العيد اليوم الاول بيبقى يوم العائلة او يوم الاسرة لكن اليوم التاني واليوم التالت يوم الخميس والجمعة في فرع النادي في الشيخ زايد حفلات من يوم الخميس ويوم الجمعة وانا لكم هتبقى في الجزيرة مين والساعة كام وفي مدينة نصر وفي الشيخ زايد وان شاء الله تتم هذه الحفلات على خير ما يرون بإذن الله ويتكون حفلات سعيدة لكل اسرة وعائلة النادي الاهلي في المقر الرئيس وفي الفروع المختلفة